الانسحاب الامريكي من العراق في المسهرة المنتظر من قبل الفصائل تتابعهم من بعيد لمعرفة تفاصيل المشهد الاخير الذي سيطول الحديث عنه في دهاليز الامن والسياسة فصائل ترفض بقاء القوات الامريكية تحت غطاء المشورة والتدريب في مناورة الاتفاقية عراقية امريكية موقعة منذ سنوات رئيس الفتح هادي العامري اشار الى رفض بقاء اي جندي امريكي تحت غطاء التدريب بل الذهاب نحو تفعيل اتفاقية خاصة لمعرفة المهم الامريكية وعداد الجنود الامريكيين ما يعني تصعيدا جديدا قد يحمل معه الكثير من التباعات الامنية هناك طرق دبلوماسية وهذا معنية بي الخارجية العراقية وايضا يعني رئاسة الوزراء بالتالي لدينا مع جانب الامريكي اتفاقية اطار استراتيجي معاهدة حماية وهذه الحماية تنص على البقاء كمستشارين صحيحين القوات الامريكية لم تنسحب مئة بالمئة ولا احد يعلم عدد القوات الموجودة في عين اسد وقاعدة حرير الجانب العراقي اشار الى طبيعة المهم الامريكية والمقتصرة على مدى القوات الاراقية بالمعلومات الاستخبارية في ظل تحول تلك القوات الى قوات استشارية في قاعدتين عين الاسد والحرير العراقية تحدثوا عن حاجته لتلك القوات في مكافحة الارهاب تحديدا بعد النشاط الاخير من قبل داعش في مناطق عدة تصريحات التصعيد تحمل طابعا سياسيا بحسب المطلعين خصوصا وانها تزاملت مع الحوارات السياسية الحالية قبل تشكيل الحكومة تصريحات سياسية فيها مكاسب سياسية لبعض القوة السياسية وليس بها مكاسب للعراق من وجهة نظري عندما يصرح احد المسؤولين ويقول تلغى فقرة الاستشارة والتدريب اين كنت من هذه الاتفاقية وهي ابرمت عام 2008 وانت كنت جزء من هذه الاتفاقية ابرمت في عاد السيد المالكي لماذا لم تحترضون على هذا الموضوع؟ جولات الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تنعكس على بدء انسحاب القوات الامريكية من البلاد مع مواجهات متعددة شابت العلاقة بين تلك القوات وبعض الفصائل من خلال استهدافات متبادلة ما يعني ان امام الحكومة المقبلة ملف ثقيل يحمل عنوان امريكا والفصائل من بغداد علي اسد الرشيد